حاولت كتير تعمل فلوس اولاين بس كل مرة بتفشل تايه وما انتش عارف تبدأ منين ما تقلقش انا حاسس بيك والنهاردة هعرفك الاسباب اللي منعاك انك تحقق اول دولار ليك اولاين وهعرفك ازاي تتخطع ومش بس كده ده نهمش معاك خطوة بخطوة وعرفك اشهر واهم المجالات اللي تقدر تبدأ بيها وتعمل مصدر داخل تقدر تحتمد عليه اولاين فتابع الفيديو للنهاية لانه هكشف لك شوية اسرار مهمة جدا وخلنا في البداية نعرف الاسباب اللي موقفاك ومع الطلاق انك تعمل فلوس اولاين لحد دلوقتي السبب الاول من ويكهة نظري التوقعات العالية المبالغ جدا فيها زيادة عن اللزوم مشكلة عند كل متديين فاكر نفسه هيبدأ النهاردة ويحقق الف دولار في اخر اليوم متعشم متفاق زيادة عن اللزوم وشايف الدنيا وردي وبعذرهم في الحتة دي لان السبب صناع المحتوى اللي بيقدم محتوى عن ازاي تعمل فلوس اولاين بيسهلوا الموضوع زيادة عن اللزوم وبيعشموا الناس للأسف وصناع المحتوى اللي بتتكلم عن البزنس نوعين النوع الاول صناع محتوى بينزيل فيديوهات كتيرة جدا لان الفيديوهات بتاعتهم مش محتاجة مكهود في التحضير بيتكلموا عن الربح السريع مواقع بتشوف فيها اعلانات تعمل مهمات وتاخد مقابلها سنتات للأسف معظم المواقع دي نصب وفي مواقع فعلا صدقة بس اربحها ضعيفة جدا يعني انت في اخر الشهر تجيب مثلا ثمن النت والكهرباء اللي استخدمتهم عشان تعمل الفلوس دي مش اكتر بدون مبالغة فعلا والأسف مش بيقولوا الكلام ده طبعا بيكبر لك الدنيا في العنوان وفي الصورة المصغرة وكل ده بهدف انه يشدك عشان تخش على الفيديو وهو نفسه يعمل فلوس من الاعلانات ومن الاحالة النوع التاني من صناع المحتوى بيتكلم عن بيزنس حقيقي فعلا زي التجارة الإلكترونية التسويق بالعمولة صناعة المحتوى وغيرهم كتير بس للأسف مش بيقول للناس ان الموضوع ده محتاج رجولة محتاج صبر ومجهود عشان توصل النتيجة بيزنس زي البيزنس على ارض الواقع محتاج مجهود وصبر عشان توصل لمصدر ده اللي تقدر تحتمد عليه وانا في كل فيديوهاتي بأكد على ان الموضوع ده محتاج صبر ورجولة محتاج نفس طويل يا شباب بس هما مش بيقولكوا كده للأسف علشان يبيع القرس بتاعه مش كل صناعة المحتوى كده أكيد في ناس محترمة ولكن للأسف أغلبهم كده السبب الثاني التشتت وعدم الصبر كلكم بيشوف فيديوهات عن ازاي تعمل فلوس قولاين كتير جدا وللأسف مش بينفز منها حاجة ولو نفز يوم أو اتنين وبيميل وبالطريقة دي أبشرك مش هتوصل لأي نتيجة لازم تختار مجال قوي وتديله حق وتشتغل كتير عشان توصل لنتيجة السبب الثالث عدم توفيق من ربنا سبب مهم جدا ومش عارف مش وغدين بالكم منه ليه يعني ممكن أشتغل على استراتيجية وتنجح معايا جدا واطلع أشرح حالك وانت تنفسها بالخطوات بالزبط وما توصلش لأي نتيجة لنصيب والعكس صحيح يعني اللي بشرح أهو المفروض عندي خبرة أكبر ممكن أخش مجال معين ما حققش فيه أي نتائج وانت تخش وتجرب وتكسر الدنيا وتحقق ألاف الدولارات بس الكلام ده ما يخلناش ننام لا يخلنها نسعة ناخد بالأسباب وما فيش تناقض نهائي بين الأغذب الأسباب والتوكل على الله فاشتغل واستمر وهتوصل لنتيجة السبب الرابع والأخير قلة المعرفة وانا هعليج لك الحتة دي دلوقتي هكلمك على أشهر وأهم المجالات اللي تقدر تبدأ فيها وتعتمد عليها كمصدر داخل إليك علشان تعمل فلوس أولاين لازم تعرف قعدة معينة علشان تاخد فلوس ما دي زي ايه يا خالد ممكن تقدم خدمة منتج محتوى وهنمسكهم واحدة واحدة ونفصصهم مع بعض نبدأ بتقديم الخدمة المعروف بالعمل الحر أو الفريلانسينج من أشهر المجالات اللي الناس بتعمل منها فلوس أولاين واللي بنصحك جدا جدا تبدأ فيه علشان هتكسبك مهارات وخبرات هتعرف قيمتها بعدين زي زي تفاض مع العميل زي تقنعه زي تسوق لنفسك وخبرات كتير جدا هتستفدها طيب يا خالد ازي نختار مهارة عشان نبدأ نتعلمها ونخش المجال اشتغل على مهارة انت بتحبها عندك شغف بيها مفيش اي مهارة عندك شغف بيها الحل بسيط هتخش تعلم أسيات المجالات المشهورة زي البرمجة المنتاج التصميم التسويق وغيرهم كتير بمجرد ما تعرف الأسيات وتقرأ عنها اكيد في مجال هيشدك هيستعرف أكتر عنه هو ده المجال اللي هتتعلمه وتشتغل عليه خلاص كده اخترنا المهارة ازي نتعلمها بقى ممكن تمشي مع المصادر المجانية أو المصادر المدفوعة بس تعالى هقولك على سر محدش هيقوله لك المعلومات الموجودة في الكورسات المدفوعة معظمها موجود في الكورسات المجانية عادي جدا زي يوتيوب الميزة في الكورسات المدفوعة انها بتكون منظمة فبتوفر عليك وقت ومكهود بس انت راجل مبتدئ معكش راس مال بس عندك وقت فتقدر تدور على المعلومة وتوصلها في يوتيوب وفي الكورسات المجانية وفي مقالات وهتوصل لدرجة محترف عادي جدا المفروض بقى بعد ما تعلمت تبدأ تشتغل عايزك تحط الشغل بتاعك في صابقة أعمال وتكون برتفوليو احترافي طيب يا خالد ازي نوصل لشغل عشان نحطه في صابقة الأعمال كل عليك تقدم الخدمات بتاعتك بأسعار رمزية في جروبات الفيسبوك مثلا تتبرع للجمعيات الخيرية هتقدر توصل لشغل بسهولة لانك هتقدم بأسعار اليلة المهم عندي تعمل صابقة أعمال احترافية عشان نخش على الخطوة اللي بعد كده تبدأ تسواء لخدماتك ومعاك طريقتين الطريقة الاولى مواقع العمل الحر عربية زي خمسات ومستقل اجنبية زي فريلانسر وفايفر وغيرهم كتير كل عليك تسجل حساب احترافي صورة كويسة نبزع عن نفسك وتبدأ تشتغل على الموقع وتستمر عليه الطريقة التانية والاقوى انك تسوق بالمحتوى تعمل لنفسك براند وهنتكلم عن التسوق بالمحتوى كمان شوية فتابع الفيديو للنهاية هتقدم محتوى قيم في المجال بتاعك ايا كان شكله فيديو بوست مقالة مفيش مشكلة المهم تفيد الناس بعدها هيسكو فيك هتبدأ بها تقدم الخدمات بتاعتك وهيطلبوا منك وهتجيب نتيجة ما تقلقش وبكده بتكون كمان وصلت للشركات بطريقة غير مباشرة وعرفتهم بنفسك انك محترف فهم اللي هيتوصلوا معك وبرضه ممكن تريح دماغك خالص وما تشتغلش انت تجيب ناس تشتغل مكانك يكونوا محترفين وتبدأ انت تسوق وتوصل لشغل تخليهم هما يشتغلوا وتاخد انت عمولة في النص وانت مرتاح جدا طبعا ممكن تكبر البزنس ده وتعمل شركة فيما بعد بس برضه عشان الصراحة لازم يكون عندك معلومات ولو سطحية عن المهارة اللي انت بتقدمها علشان تتفاهم مع الفيرلانسر تاني قيمة تقدر تقدمها هي المنتج التجارة الإلكترونية كل عليك تختار منتج مطلوب تبدأ تشتريه وتعمل متجر إلكتروني تصور المنتج وتبدأ تسوقله من خلال إعلانات مولة أو حتى التسويق بالمحتوى وأكيد الموضوع محتاج صبر وفي تفاصيل أكبر من كده لو معاك راس مال أقل ممكن تخش على الدروب شابينج والموضوع ببساطة المنتج مش انت اللي بتشتريه بيكون عند المورد كل عليك تاخد الصور بتاعته والتفاصيل وتبدأ تحطها في المتجر بتاعك وتسوقله إن كان برضو بالإعلانات أو التسويق بالمحتوى ولما حد يخش على المتجر بتاعك ويشتريه بتروح تطلب من المورد وهو بيتكفل إنه يوصل المنتج لحد العميل وطبعا بتدي المورد فلوسه وبتاخد عمولة ليك الموضوع برضو مسهل وفيه تفاصيل كتير لو معاك تبقى أي راس مير خالص هتخش على المجال اللي بنتكلم كتير عليه في القناة التسويق بالعمولة من الآخر الموضوع مكوم من ثلاث أطراف الشركة العميل انت في النص الوسيط مهمتك تسوق لمنتج الشركة تبيعه للعميل ولما يشتري من الرابط المخصص ليك بتطلع بعمولة الحلاوة من الآخر يا سيدي ثالث قيمة والأخيرة تقدم محتوى أهم حاجة يكون محتوى بيقدم قيمة ومعلومات مفيدة جدا للناس أي كان شكله ممكن تشتغل على البسطات المقالات الفيديوهات أكتر حاجة شغالة حاليا خاصة القصيرة بعد الناس ما تتبعك وتحبك وتصق فيك هتبدأ تستفيد منهم بمصادر دخل كتير زي الإعلانات على المنصات يوتيوب مثلا التسويق بالعمولة إنك تبع لهم خدمة أو منتج فلو تلاحظ أنا برتب لك الموضوع بقولك الأول قدم خدمة أو منتج وبعد كده قدم محتوى آخر حاجة علشان تسوأ بيهم صائعا وطبعا الزكاة الاصطناعي سهل التسويق بالمحتوى جدا وكنت اتكلمت في فيديو فات عن إزاي تعمل الثلاث أشكال فيديوهات بوستات مقالات بسهولة بأدوات الزكاة الاصطناعي بالتفصيل تقدر ترجع للفيديو ده هسيب لك الرابط في أول وصف وكمان في أول كومنت هتستفيد منه جدا فأنت مثلا في الفيديو هتجيب الاسكريبت من شات جي بيتي وتحط طبعا لمستك الشخصية التعليق الصوتي بنفسك أو تستخدم أداء من أدوات الزكاة الاصطناعي تجيب صور وفيديوهات ماشية مع الكلام وتجمعهم ببرنامج منتاج بسيط زي مثلا كامفا أو كاب قط ولكن لحد الوقت بفضل المحتوى اللي فيه ظهور قدام الكاميرا زي ما أنا بعمل كده لأن الناس بترتبط بيك كشخص مش قناة يعني لو قناة حيزة فيتحصلها أي حاجة الناس هتدور عليك وتوصل لك واتبعك برضه ولكن هيفضل صناعة المحتوى بالذك الاصطناعي حل قوي للناس اللي مش عايزها تصعر وطبعا فيه مجالات مرضاش هسكورها في البداية يا شباب ما يحتمدش عليها قوي بس ميزتها إنك تقدر تحق أرباح وتسحبها يمكن في نفس اليوم زي اختصار روابط اللي اتكلمنا عليه كتير في القناة تقدر ترجع للفيديوهات وأنا هفهمك الفكرة برضو على السريع بتدور على حاجة الناس محتاجاها جدا بنسميها طعم ممكن كورسي مجاني كتاب لعبة وتبدأ تاخد الرابط مباشر بتاع الطعم وتحطه في أي موقع من مواقع اختصار روابط بيديك رابط جديد مهمتك بقى تسوى إلى الرابط ده وأي حد بيخش عليه بينعارة شوية إعلانات لازم يتخطاها قبل ما يوصل للرابط مباشر من هنا بتحقق أرباح كده احنا خلصنا الفيديو وكل المجالات اللي اتكلمنا عنها يا شباب ليها فيديوهات وشرحات قوية مجانية على القناة تقدر ترجع لها وهحاول كمان أسيب لك روابط في الوصف أتمنى تكون استفدت أشوك فيديو جديد سلام